اشتركوا في القناة والذين يرمون المحصنات ثم فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله أفور رحيم فالقذف والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب بل هو من الشبع الموبقات عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات أما إذا كان بدون هذه الجريمة بأن وقع في أعراضهم بتنقصهم وما هذه غيبة وكبيرة من كبائر الذنوب والله جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب الرحيم نعم